اشتركوا في القناة اي عيد هذه المناسبة الكريمة على دول وشعوب مجلس التعاون الشقيقة بوافر الخير واليمني والبركات فقد تبادل جلالة الملك المفدى برقيات التهاني مع كل من اخوانه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة كما تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقيات التهنئ مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك ضمنها جلالته خالصة هنيه وأطيب تمنياته لهم بهذه المناسبة المباركة سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيدها عليهم بدوام الصحة والسعادة وعلى بلدانهم وشعوبهم الشقيقة والأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وتبادل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقيات التهنئ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة ورؤساء الوزارات وأولياء العهود أعرب سموه فيها عن صادق تهنيه وخالص تمنياته لهم بمفور الصحة والسعادة مبتهلا إلى الباري جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على دولهم وشعوبهم الشقيقة بالخير واليمن والبركات فقد تبادل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر برقيات التهني مع كل من إخوانه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة كما تبدل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقيات التهنية مع إقوانه أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزارات وأولياء العهود ضمنها سموه خالص تهنيه وتمنياته لهم بهذه المناسبة العطرة راجيا من الله سبحانه وتعالى يعيدها عليهم بوافر الصحة والعافية وعلى بلدانهم وشعوبهم الشقيقة وجميع العرب والمسلمين باليمني والخير والمسرعات تبدل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة وأولياء العهود ضمنها سموه أطيب التهاني وصادق التمنيات لهم بالصحة والسعادة داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على بلدانهم وشعوبهم الشقيقة بالخير واليمن والبركات فقد تبدل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقيات التهاني مع كل من إخوانه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة كما تبدل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقيات التهنية مع أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية وأولياء العهود عبر سمو فيها عن خالص ثهانيه وتمنياته لهم بهذه المناسبة المباركة مبتهلا إلى الله سبحانه وتعالى أيعيدها عليهم بوافر الصحة والهناء وعلى بلدانهم وشعوبهم وكفة العرب والمسلمين باليمني والخير والمسرات ترجمة نانسي قنقر